برنامج أطلقته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل تأطير نزلاء المؤسسات السجنية المدنين في إطار قضايا التطرف والإرهاب هي تجربة فريدة من نوعها تختلف عن كل ما سبقها وطنيا ودوليا لأنها بحسب المشرفين عليها متكاملة الأبعاد ومتعددة الأهداف والاختصاصات في المقام الأول وضعت التجربة تحقيق المصالحة بين ضحايا الفكر المتطرف والنص الديني لتعزيز بناء جسور العيش المشترك ومكافحة خطاب الكراهية ونشر ثقافة الحوار من خلف القطبان التقى اليوم 24 سجناء مدانون في قضايا الإرهاب والتطرف منهم من يواجهون عقوبة السجن المؤبد يحكون عن تجاربهم مع برنامج مصالحة السنة هو حوالي 64 عام ومحكم 30 سنة على إطار خلف خالية إرهابية وتحكمت 2008 تهم وانتماء إلى خالية إرهابية كنت عندها أسلحة إلى غير ذلك مهم وهدت النظام العام ونظام الدولة تساقلت في سنة 2004 كان في العمر ديلي 21 عام يعني عدخلت مرحلة الطفولة بثلاث سنوات قضاية في السجن دابا قرابة 19 سنة محكوم بالمؤبد في قضاية تطرف الإرهاب محكوم بتمن سنوات حكم بتدائي فلسطيني في نقص لي عام وده قضيت خمس سنين ونصف محكوم بالسجن المؤبد قضيت منها 19 سنة محكوم في قضاية الإرهاب البرنامج الذي يقوم على الطواعية حسب القائمين عليه لقي تجاوبا كبيرا من طرف السجناء المستفيدين وتطورا ملحوظا على مستوى تكوين الهوية الذاتية وفهم واستيعاب النص الديني ومقاربة القيم المجتمعية الصحيحة وتقول المندوبية إن مصالحة هو امتداد للإجراءات والمبادرات التي تقوم بها الدولة في إطار مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية مندمجة ومتعددة الأبعاد لم تغفل أهمية تأهيل المعتقلين المحكوم عليهم في إطار قانون مكافحة الإرهاب مشكلة لنا أنا كنت تميل حزب إنه معين حزب ثوري أو يدي الدعم مثلا المساعدين لانتماء الحركات الثورية أو لغاية ذلك في إطار مثلا لمرجعيتها يدمر مرجعية دينية المهم هذا المسألة هذه كانت نتيجة علاقات حيث أنا أسبق لي كنت في أوروبا في أواقع الثمانينات حيث مشيت على أساس دراسة مثلا كنته في السلك التالت ما كتابتش الظروف كانت شوية قاسية لأن أخذك الإيواء أخذك بزيف ديال مثلا طبعا كانت تكاليف ديال الدراسة فبالتالي من كتكون في هذه المسألة هذه أرى كتتوقع في فوضى وكتلقى كتسنف وقال شي واحد مثلا يخلصك من ذاك الواقع اللي أراك فيها أو مثلا ذاك البحث عن الذات بالتالي مثلا كتلقاش كتترطم ما فحظنا لأي واحد إما شبكة مثلا شبكات للتجارة في المخدرات أو شي كل واحد ونصيب دياله على أحذر مثلا يعني الرصيد الثقافي دياله اللي عندوه رجعت كما كان مستطعش باش مثلا يثبت ذات دياله ثمها في الأخر رجعت رجعت للبلاد يعني بعد الأخر ما رجعنا الأخر كانت العلاقات يعني هذي كان قولك في يعني حتى البداية التسعينات فأنا بعد واحد جات واحد مدة وحل الفطراء صافي بقى تكتبنش أمور في الساحة اللي ماشي هي هذي يعني بحل مثلا ينسبقك يسأل نفسه فين غادي يعني هذا مثلا يعني هذا مثلا هذي لخلي شوية يعني بحل الإنسان تراجع دار واحد نقطة ديال الفصل وقد باشي باشي يراجع باشي يراجع نفسه فين غادي ولكن وخمثا إنسان كان مفصول عندك المجموعة كانوا باقي الناس باقي مثلا مثلا كثم ما كنت أخذش بعين الاعتبار كنت أقول بالأمور نسان صافي غادي مثلا فسنصال ما كينش توابع أو ما كينش تابعات الأخرى إلا أنه وقع نهار اللي وقع مثلا في حتى الالفين وسبعة مثلا مثلا تشدوه ما صافي يجبدوني أنا في نفس الوقت بحكم أننا كنتو كين كانت علاقات قديمة في مشروع إرهابي إلى أخر يهديفوا إلى مثلا زعزعات الاستقرار صافي تتحكم مع المجموعة أو كين أخر أنا أخرت مرحات الطفولة بسلسنة يعني صغير يعني صعيب تقولوا أننا ناضج فكريين بشي يكون كانت تلك الحماس ديال الصغار لديك الأفكار كانت أفكار متطرفة قبل أن يكون برامج مصالحة كنا في السيجن يعني فشت سدينا عرفت أن كانت مجموعة من المدخلة فعرفنا أن المدخلة دخلنا منه هذا الفكر هو الجهل فأول حاجة بدنا بها هو التحصيل العلمي الذي هو عن طريق الدراسة فكما قلت لك بدأت بالباكالوريا شديد الأولى شديد ثانية تقيت في في الكلية درت الشريعة والقانون الحمد لله ما حدنا غادين في السنين ونحن ننكبرو في العمار وننزيد وننضجو كنت شاب عادي نقرأ فلافاك مع هذا المواقع التواصل الاجتماعي ومعه كسميته الربيع العربية كنا نشوف الأحداث وكنتبعو الأحداث عن قرب وعن البوعد كنشوفوش كيين وكنتخلوش مواقع ليمشبوها حتى شوية تتجرل واحد طريق اللي أنت ما بغيش من الأول ولكن كتشوف واحد الفئة اللي كتبالك اللي كتدفع مثل ديك الساعة كتبالك اللي كتدفع على المسلمين واللي كيمثلوا الدين أنت كتتتعاطف مع هالفيا شوية شوية من اللي من التعاطف كتتولي كتدل إعجاب بهذا الكسميت بهالطيار هو الطيار متطرف ولكن ديك الساعة أنت ما كيبان لك شوية متطرف كأسحابك هالدين الإسلامية حكمنا الإنسان كيكون جاهل ديك الساعة بالقيم ديال الدين ديالنا وبالمبادئ دياله كتبقدر شوية 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 من تعليق كتولي حتى أنت كتبارتاجي معهم كتولي حتى أنت كتشيد بيهم شوية شوية غدية حتى تقرس كغارق في كسميته في هذه الشديد التطرف الأفكار التي كنا نعتنقها يعني قبل الاعتقال يعني هي ليست هي نفسها يعني بعد الاعتقال وليست هي يعني بعد التحول الذي طرأ لنا بعدما نخرطنا في برمج مصالحة طبعي الحال كانت أفكار يعني متطرفة أفكار تمتح من التأويل العنيف للدين كما هو معروف عند الجميع مجموعة من الأدبيات التي كنا يعني نقرأها إما في يعني من خلال مجموعة من الكتب أو لا مجموعة من الأشريطة يعني لنا في ذلك الوقت لم يكن يعني وسائل التكنولوجي الاتصال يعني متاحة كما هو اليوم يعني غالب ما كنا نستقيم من الكتب يعني مباشرة يعني بعض الشيوخ الشيوخ يعني معروفين كانت لهم تنظيرات طبعي الحال متطرفة وكانت أيضا السياق أو لا بعض الشيوخ السلفية الجهادية في المغرب معروفة كانوا أيضا يدعون إلى هذا الفكر يعني في المساجد وفي المجموعة من اللقاءات إلى غير ذلك احنا كنا ذلك الوقت يعني لم نتمكن أو لم تكن لنا تلك المعرفة الدينية الصحيحة فاعتنقنا بعض الأفكار المتطرفة التي آلت بنا وببعضنا إلى إلى مجموعة من المطبات جاء برنامج مصالحة فكنا نحن الصباقين انخرط في هذا البرنامج منذ 2017 انخرطنا فيه بكل يعني بكل رغبة وبكل جدية من أجل أن نعرف يعني أو أن نتفاعل نتفاعل مع الخبراء ومع الأكاديميين ومع الدكاترة الذين يؤثرون هذا البرنامج برنامج مصالحة وبرنامج تهيلي إدماجي ما يميزه عن باقي البرامج الإدماجية والتأهلية التي توفرها المندبية العامة لإدارة السجن وأعداد الإدماج لكافة المعتقلين بما فيهم المعتقلين المحكومين في إطار قضايا تطروف الإرهاب هو كذلك برنامج مغربي خالص يعني تمت بلورته باعتماد مقاربة تشاركية بين المندبية العامة لإدارة السجن وأعداد الإدماج ومجموعة من الشركاء وكذلك الخبراء وهو يتميز عن باقي التجارب المماثلة التي نظمتها بعض الدول بكونه أولا يرتكز على طواعية يعني أن السجناء الذين هم من قدموا طلبات المشاركة في هذا البرنامج ثم كذلك أنه لم يختزل الفقراته في السجل الدين فقط موسيقى 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 لا يمكن إلا الإشادة بهذا البرنامج متميز جداً والذي استفيدوا منه يعني السجناء محكومين في قضايا الإرهاب وهذا البرنامج المتنوع من حيث مواده التي تشمل يعني مواد تتعلق بحقوق الإنسان وتتعلق مواد الدينية ومواد أخرى برنامج شامل ومتنوع من شأنه يساهم وقد ساهم في مراجعة عدد من السجناء لأفكارهم المتطرفة مما يؤهلهم إلى إعادة الاندماج مجدداً في المجتمع وهو برنامج في الواقع متميز ليس فقط على السعيد الوطني ولكن على السعيد الإقليمي والعربي وربما العالمي الهدف نبيل جداً هو مساعدة عدد كبير من السجناء لأبانوا عن استعداد لمراجعة أفكارهم السابقة المتطرفة في الاندماج مجدداً في الحياة العادية وفي المجتمع ومساهمتهم كمواطنين في خدمة بلدهم بين الأحلام والأوهام كانت تتم عملية استقطاب الشباب بدعوى الحاجة لتطبيق شرع الله حتى وإن كانوا جاهلين بتطبيق شروط القاعدة الشرعية التي تتطلب الإلمام بالوقائع والإحاطة بالرؤية الكلية والمقاصدية ثم اكتساب المهارات والكليات بالنسبة للمصالحة هو شيء جميل بكل صراحة كتجي المصالحة تزيد كتمنتو الأخرى كتفهم بزدي الأمور أن شنو الخطأ اللي داله إنسان وعليش أخذ ذلك المصار بالنسبة لو أنا لم نحي مثلا كتمنتو الأخرى كان مراجعة طبعا كتشوب لنا ذلك الشي اللي كتغادي فيه يعني ما شي هو هذك ولأن الأمور تطرميتي في واحد الحقل أو حلمي دان ما شي ديالك ما كانش عليك باش تدخل فيه والحمد لله طرحنا الأفكار كلها ديال التطرف كان إن شاء الله من بعد بالحوارات والباحث وهادي وما بين النزلاء فقد دينا نوصله بزاف بزاف ديال الأفكار اللي طرحناهم كان جابرنا مجموة صالحات قيت فيه فكان هذي تكامل ما بين المقاربات فأحاط بالفكر الضال المتطرف أحاط به وأفضى وكان هذي تكامل الباديع ما بين هذي المقاربات بخمسة أفضى إلى طرح طرح الفكر المتطرف والتحصين التام من أي فكر داخل وأي ما يمكنش يمكن مرة أخرى أي واحد داس برنا مجوصة لها يطحف على الفكر فشت شديت شديت وتحكمت قلست معها رأسيا وفكرت مزيان وباني يا بليدك الشي اللي كنت غادي فيه ماشي وأصلا أنا من الأول كان عندي واحد تناقض من الداخل دي كان قولوا يكما أنا على حق يكما أنا على باطل يكما أنا غادي شد في شيء طريق اللي ماشي يديك شاركت في برنامج مصرحة في النسخة ديالي السابعة هو البرنامج اللي مكني باش نتصلح مع ذاتي ومكني باش نتصلح مع المجتمع ومع النص الديني هو برنامج مصرحة واحد برنامج اللي غاني ومتنوع اسميته افتح لينا عينينا على تصورات بديلة اللي كتنبني على قيم الفتاح والتسامع وكتساب المعارف بالنسبة للجانب الدينية هو اللي أصلا هو المشكلة اللي اللي كيخلي الواحد مثلا يتعطق في هذا الملف كان عندنا كنا كان عند تصورات اللي خاطئة كنا مثلا كتشوف غا النظام ما كيحكمش مثلا بالشارعة كتولي كتكفر النظام وشو ياهو يا غادية صافي الحمدولي لا عرفنا بالقيم ديال الدين الإسلامية وعرفنا الأحكم دياله والتفسير الصحيح للدين الإسلامية والشارعة الإسلامية الحمدولي صحنا مفاهيم الوسطية والاعتدال وتراجعنا على الأخطاء ديالنا اللي كنا مرتكبنينها في الماضي بداعي الجاهل نذكر مثلا على سب المثال مجموعة من الأفكار مسألة الحاكمية مثلا وهذه قضية مهمة جدا مسألة الحاكمية كانت لنا فيها يعني خطأ ولكن لما جاءت بمصالحة بدأنا نفهم ما هي هذه هذا المصطلح أو هذا المفهوم إن هذا المفهوم هو تقريبا الأصل هذا المفهوم هو أصل كل الأفكار الأخرى المتطرفة مسألة الحاكمية إذا كان إنسان له عطب أو اختلال في هذا المفهوم فهو بالضرورة سيكون له يعني سيكون مخطئ في باقي الأفكار الأخرى ما صح أجب ببرنامج المسارحة هو أن أتابع دراستي في سيكون مستر في الدينية واخترت نفس الموضوع الذي اعتقلت فيه هو الإرهاب كتبت فيه رسالة أو دراسة حول استراتيجية مغربية في مواجهة الإرهاب بإعلان أن هذا البرنامج ساهمت بشكل كبير أولا في تصحيح مجموعة من الأفكار لدى هؤلاء وكذلك فتح أعينهم وفتح نوافد أخرى على المجتمع بجميع مكوناته وبجميع ما تقدمه الدولة لمواطنها في إطار حقوق المواطنة سواء بجانب الاقتصادي والحقوقي والقانوني إلى آخره من الجانب التي تنظم فيها الحياة داخل المجتمع وهناك مجموعة من المعتقلين الذين استفادوا من هذا البرنامج وتم استطاعوا من الاندماج في المجتمع بصفة عادية وسليسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مجتمع المدني بعد مغادرتهم من السجن في القيام بأدوار تنوارية وتحسيسية ووقائية بنبرة ندم على ما مضى وأخرى يطبعها التفاؤل بما هو قادم يتحدثون عن اعتقادهم بعد اعتقالهم باستحالة العودة من جديد للاندماج في المجتمع غير أن مشاركتهم في برنامج مصالحة غيرت كثيرا من تصوراتهم إنسان كنتو كان وضع نفسو في واحد الميدان ليس ديالهم هذا خطأ هذا مكانش على نخوض في واحد المسألة ليس ديالي نخلي الأمور لناس ديولها الناس مسؤولين وما أخذ نكون واحد يقافت ميدان ديالهم أنا مثلاً ما كان فهمش في الأقر في العلم واش داني مثلا نقسم راسي مثلا في واحد من صدي العلم ولا من صدي العلم أي علوم من العلم شي لأخر حتى العلم المادية مثلاً إنسان فاقدوا الشئة وانا كيفاش مثلا غاد نكسمنته غاد نمثلا غاد نمشي ندير وحال الخطوة اللي غاد تعود علي يا بو الخر وعلي يا وعلى الموحد يالي وكل شيء إنسان فسيكون الفكر ضال وتيرجع الفكر الوساطية والاعتدال فتيحس براسه كأنه كان ما سوحياه فأنا نادم نادم بزاف نادم على أي حاجة أي حاجة درتها أنها تدعي الغير الوساطية والاعتدال فأنا نادم عليها الأخطاء هما نهار فاش كنت كنت ندخل في مواقع التواصل الاجتماعي ما عارفش نستغلها بشكل صحيح كنت كنت ندخل في مواقع التواصل الاجتماعي كانت الثورة ديت كانت تبع غير شنواقع شوية تروينات في سوريا فاش قد يكرويناه بين واحد طيار اللي كيمثل الدين هزرية دي للدين ويقول لك بالليانة اللي كان جيت باش ندفع على هاد الفئة الاقلية المستضعفة باللي هاد الأطفال كيموتو صافي شوي كيدخلوك من النص كي يجيبكو نصلك يقول كنت بخوا أحكام شرعية باللي هاد هو الحكم الشريع الإسلامية صافي ولي كتتعاطف معهم ولي كتشد بهم محتوي ولي كتتعلن الولاء دي لك ديالهم أكبر خطأ هو أنني أعطيته أو لا مرحته عقلي للآخر من تتعطي العقل ديالك الواحد آخر وتعمره باش ما بغى مشيني هذا كان عنده واحد صيق طبي تلا ماشي دابل دابل الآن ربما سيأتي ستمشيني عندك الحجة مثل حينما لا يملك الحجة بالحال سيترك المجال لأي شخص أن يؤثر فيه أو أن يستقطبه لأمور قبيحة وأمور خطيرة جدا بلغة الأرقام يعني البرنامج مصالحة هو الآن في دورته العاشرة استفاد منه لحد الآن 239 نزيل من ضمنهم عشرة نزيلات ويمكن القول أن هذا البرنامج يتميز عن باقي البرامج المعتمدة في الدول الأخرى بكونها أولا سواء يتميزه سواء من ناحية المنهجية سواء من ناحية الفقارات سواء من ناحية التقطير عن هذه البرامج الأخرى أو التجارب الأخرى ونتائجه كانت فعلا نتائج جد إيجابية وما يدل على مؤشرات الدل على نجاحه وأنه أولا 68% من الأشخاص الذين استفادوا من هذا البرنامج استفادوا أيضا من التفاة مولوية بالعفو الملكي السامي عنهم وهذا من ضمن المؤشرات النجاح هذا البرنامج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة